تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المسجدات في المباراة النهائية ثم محاولة التتويج باللقب المنتخب المغربي إذن تعرف أمس على خصمه ويتعلق الأمر بالمنتخب المصري الذي احتاج لضربات الترجيح لإزاحة منتخب الكود ديفور بعد انتهاء الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بنتيجة التعادل السربي صفر لمتلي نعرى اليوم وصل أسود الأطلس استعداداتهم بالمنعب الملحق لمنعب أحمد أحجو بالعاصمة يوندي وذلك بحضور اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المالوي وبعض اللاعبين باستثناء كل منه في أكرد ويسين بنو وكذلك التربص أو هذا التدريب تميز بعودة اللاعب فيصل فجر الذي كان قد غاب عن لقاء مالوي بسبب إصابته بفيروس كورونا على ذلك فباقي اللاعبين أجروا حصة تدريبية خفيفة بمقر إقامة المنتخب المغربي ويتعلق الأمر بكل من أدى مسين سوفيان نامرابط سوفيان بفالة شرف حكيمي يوبر كعبي يوسف فانصير غنم سيس وعمران لوز بالإضافة لسليم أملا المنتخب المغربي تعرف على خصمه وستحمل منافسة الدور الربع نهائيا مواجهة عربية صرفة ضد المنتخب المصري الذي تحسن أدأه في لقاء الأمس أمام كود ديفوار وتمكن إذن من شق طريقه لمرحلة الربع النهائية المنتخبان يتواجهان مرة جديدة في دور الربع بلما سبق لهما وأن تقابل في هذه المرحلة أيضا في العام 2017 في القابون كانت خلالها الغلبة لمنتخب الفراعنة بفضل هدف اللاعب كهرباء بخصوص الأشياء التي يتحتم تفاديها يقول المدرب المغربي عديل سراج كان بالأمس ضيفا على برنامج ميدين باقة الفعالية مشي 100% شفنا عوتاني هذا المقابلة باقة مشي 100% وصلوا لمرحلة أكثر أكثر من مرة وكي يبقى بأن سجنة إياه من تمرير عرضي من أنسانتر سجنة هذا ولكن منسوش بأن الهدف الثاني أرى ديل التأهول أرى جمع ضربة خطأ ضربة خطأ في منافسة لهذه كيف يكون الحلول؟ كيف يكون الخاص من ترك الوراء دينام بلوكبا؟ كيف يحل من الحلول؟ ولكن خاصة نشوف إن شاء الله دابر في المستقبل دابر أي دور كان تقدموا فيه إلا والخاص من كي يكون أقوى وأقوى منسوش دابر الحمد لله والتأهول ديل المنتخب الشخص العربي مصر دابر ما غاديش يكونوا مساحات إذن لا تكون هناك مساحات في لقاء القادم أمام المنتخب المصري المنتخب المصري الذي سيغيب عن كل من الحارس محمد الشناوي وحمد فتحي أحد أبرز لاعب خط وسط منتخب الفرعنة وذلك بعد الإصابة التي لاحقتهما في لقاء الأمس أمام الكود ديفوار حيث ذكرت المصادر الطبية المقربة من منتخب مصر بأن اللاعبان سيحتاجان إلى أسبوع أو عشرة أيام لتعاوي والعودة للمشاركة في المباريات وما سيجعل فرصتهم ضعيفة للمشاركة في مواجهة نصف النهائي المقررة إذن في حال صعود المنتخب المصرية في كرس القدم الدولية إيران حجزت مساء اليوم بطاقة التأهل للأدوار النهائية لكأس العالم وجاء ذلك بعد فوزها للمنتخب العراقي بهدف لسفر وذلك عن منافسات المجموعة الأولى لدورة تصفوي عن المنطقة الأسيوية عن ذات المجموعة الإمارات فازت لسوريا بهدفين للسفر وحافظت على حدودها في التأهل كوريا الجنوبية أيضا ثبتت أقدامها في المركز الثاني وذلك بعد فوز خارج الديار على حساب المنتخب اللبناني منتخب كوريا الجنوبية في حاجة لفوز في اللقاءات الثلاثة المتبقية من أجل ضمان الترشح للمرة العاشرة على التولي لنهائية كأس العالم في كرة القدم الإيطالية الجامعة الإيطالية علنت بأن ستتقدم بطلب الاتحاد الأوروبي ليعفى لاستضافة بطولة أوروبا إما في العام 2028 أو العام 2032 وقوضح رئيس الجامعة الإيطالية لكرة القدم من الخطوة الحاسمة في بطولة أوروبا 2028 ستكون في شهر مارس حيث سيتقدم الاتحاد الإيطالي بملف ترشيح رسمي لاحتضان هذه التظاهرة الأوروبية